وامنيا ايضا اعلن اعلام الحجد الشعبي ان قوة من اللواء الحدي والثلاثين بالحجد اكملت عملية تفتيش دورية لتعقب خلايا داعش في جزيرة الصينية غربية محافظة صلاح الدين واضح ان العملية تهدف الى تعزيز الامن في تلك المناطق ومنع استغلالها من قبل داعش الارهبي في شن هجمات الاجرامية التي تستهدف المدنيين والقوات الامنية في قاطع عمليات بيجي اشتركوا في القناة